أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر راليرياني واستنكر بأشد العبارات اقدام عناصر تابعة لميليشيات الحوث الإرهابية التابعة لإيران بقيادة المدعو محمد علي المتوكل على مداهمة عزلة الحجيرات بمديرية خامر محافظة عمران واختحام منزل المواطنين أو منازل المواطنين في العزلة واختطاف عدد منهم ومصادرة ممتلكاتهم وترويع النساء والأطفال على خلفية مواقفهم المناهضة له وأوضح معمر راليرياني في تصريح صحفي أن هذه الجريمة النكرى ليست الأولى التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق أبناء القبائل في محافظة عمران وغيرها من المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرتها فقد سبق واعتدت على مئات القرى والعزل ومارست بحق أبنائها أبشعا وعلى الجرائم والانتهاكات امتدادا لمحاولاتها كسر القبيلة اليمنية وإخضائها لصالح مشروعها الانقلابي وأفكارها المتطرفة المستوردة من إيران وطالب ليرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة وانبعوثها الخاص ومنظمات حقوق الإنسان بإعلان موقف واضح من هذه الجريمة النكرى التي تمثل انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وممارسة ضغط حقيقي على ميليشيات الحوثي لوقف جرائمها وانتهاكاتها الممنهجة وإطلاق المختطفين دون قيد أو شرط والشروع في تصنيفها منظمة إرهابية اشتركوا في القناة